اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمضامن كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في افتتاح مؤتمر حوار المنامة يوم أمس وقال وزير الخارجية إن سموه أكد بكل وضوح موقف مملكة البحرين المبدئي الثابت من الوضع المأساوي في غزة وإدانة قتل المدنيين الأبرياء والداعي لوقف التصعيد الأخير والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية وإطلاق سراح المدنيين الأبرياء المحتجزين كرهاء والعمل مع لإنهاء هذه الحرب وقال سعادة وزير الخارجية إن صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أوضح أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تطلب حل الدولتين الذي يعترف ويحقق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى دولة قابلة للحياة وآمنة ومستقلة جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الوزير في مؤتمر حوار المنامة التاسع عشر ضمن الجلسة العامة الثانية المعنونة بسبل التعامل مع التنافس الدائر على نطاق عالمية وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن التحديات في الشرق الأوسط عميقة الجذور ومعقدة دعيا إلى تحديد المواضيع والقضايا الرئيسية التي يجب معالجتها لتحقيق مستقبل أفضل وفي مقدمتها إيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما أكد سعادته على ضرورة معالجة وجود الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية والجماعات الوكيلة في جميع أنحاء المنطقة والتي تساهم في زعزعة الاستقرار ونشر الطائفية وتزيد التوتر موضحا أن نزع سلاحهم والحد من نفوذهم من شأنه أن يعزز سيادة القانون ويقوي مؤسسات الدولة ويكرس الحكم الشامل مما سوف يوفر بيئة أكثر استقرارا وأمنا للجميع وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الاعتماد المتبادل بين دول المنطقة يكتسب أهمية بالغة لتحقيق شرق أوسط مستقر وآمن وذلك من خلال تعزيز التكامل الاقتصادية وإقامة المشاريع المشتركة والتوسع التجاري والتعاون عبر الحدود منطقة الخليج والشرق الأوسط عرفت تاريخا طويلا مليئا بالتبعات السلبية لهذا النوع من التنافس فخلال القرون قامت الدول والبلدان داخل وخارج الشرق الأوسط بالتنافس من أجل الأرض والموارد والنفوذ من خلال استخدام مختلف الأساليب العسكرية والسياسية وغيرها وبناء على ذلك فإن المنطقة وشعبها عانت من نزاعات طويلة ومن معاناة إنسانية لا يمكن تخيلها ما أدى إلى حرمانهم من فرصة تحقيق كامل إمكانياتهم واليوم هذا التنافس ما زال قائما وفي الواقع هذا التنافس قد ازداد تعقيدا ودينامية وأصبح أكثر انتشارا مما كان عليه في السابق في الواقع لربما فعلا قد تغلغل في نفوسنا وأصبح من باب الغرائز أن نتنافس مع الآخرين والسؤال المطروح هنا هو كيف يمكننا أن نستخدم هذا التنافس بطريقة بناء تشجع الإبتكار والنمو والإزدهار كيف يمكننا أن نتأكد من أننا لا نتخلف عن الركب وكيف نتأكد من أننا لا نترك أحدا يتخلف عن الركب كيف يمكننا أن نتوصل إلى توازن بين مبادئنا الوطنية ومصالحنا العامة كيف يمكننا أن نقوم بإنشاء عالم قابل على الصمود يعيش بسلام في السياق العالمي الأوسع علينا أيضا أن نطرح السؤال التالي كيف يمكننا كدول ومجتمعات أن نعزز التنافس بين الجهات الإقليمية والدولية من خلال التعاون بدل التواجه فمن الأساسي أن نقر بالقيمة الكبيرة وبالإمكانات الكامنة من وراء الجهود التعاونية مقارنة بالإبقاء على دوامة مدمرة من العداوة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة